الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 دائرة التحكم في مضخة تبريد الوقود منخفضة ماذا يعني ذلك؟ ينطبق رمز مشكلة التشخيص التشخيصي DTC العام هذا على محركات الديزل OBD2 لمحركات الديزل قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من فورد باورستروكي وBMW ودودج رام كمنز وشيفرولي وGMC ألخ على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة حسب الطراز أدراز رمز الخطأ P008D هو واحد من العديد من الرموز الممكنة المرتبطة بالمركبات التي تعمل بالديزل والتي تشير إلى أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت وجود عطل ومع تشغيل دائرة التحكم في مضخة تبريد الوقود التي تم دمجها لتسهيل التشغيل الصحيح للديزل محرك الرموز المرتبطة بشكل شائع بأعطال دائرة التحكم في مضخة تبريد الوقود هي P008C وP008D وP008E الغرض من دائرة التحكم في مضخة تبريد الوقود هو التحكم في تشغيل مضخة تبريد الوقود هذه الميزة خاصة بالمركبات التي تعمل بالديزل لتبريد الوقود الزائد قبل إعادة الوقود مرة أخرى إلى نظام تزويد الوقود يتم تبريد الوقود بواسطة مبرد الوقود الذي يعمل بطريقة مشابهة للمبرد باستخدام المبرد لإزالة الحرارة من الوقود يتم التحكم في درجة حرارة المضخة بواسطة دائرة التحكم في مضخة مبرد الوقود التي تقوم بتشغيل المضخة لتوجيه الوقود من خلال مجموعة مبرد الوقود قبل إعادة الوقود مرة أخرى إلى خزان الوقود ستختلف هذه العملية بناء على السيارة التي تعمل بالديزل المحدد وتكوين نظام الوقود والنتيجة النهائية هي نفسها التي توفر الأداء الأمثل وتحمي مكونات نظام الوقود أسنادا إلى السيارة التي تعمل بالديزل المحددة قد يتم تنشيط العديد من الرموز الأخرى بواسطة PCM وإضاءة ضوء فحص المحرك أيضا يتم تعيين الرمز P008D بواسطة PCM عندما تكون دائرة التحكم في مضخة تبريد الوقود في حالة جهد منخفض في هذه الصورة يمكنك رؤية مبرد الوقود والخطوط ومضخة مبرد الوقود الوسط المتصلة بالخطوط ما مدى خطورة DTC؟ تبدأ شدة هذا الرمز كمعتدل بناء على العطل المحدد وسيتقدم مستوى الخطورة درجات الحرارة الساخنة للوقود غير مرغوب فيها ويمكن أن تتسبب في التآكل المفرط لمكونات نظام الوقود والتآكل المفرط لمكونات المحرك الداخلية إذا لم يتم تصحيحها في الوقت المناسب ما هي بعض إعراض الكود؟ قد تتضمن أعراض رمز محرك P008D ما يلي انخفاض أداء المحرك تسارع والارتفاع المفاجئ فحص ضوء المحرك زيادة استهلاك الوقود الضوضاء الصادرة عن مضخة مبرد الوقود ما هي بعض الأسباب المحتملة للرمز؟ قد تتضمن أسباب هذا الرمز ما يلي مضخة مبرد الوقود المعيبة الموصل المتآكل أو التالف الأسلاك المعيبة أو التالفة PCM المعيبة ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P008D حدد كافة المكونات المرتبطة بدائرة التحكم في مضخة تبريد الوقود سيشمل ذلك مضخة مبرد الوقود ومبرد الوقود وخزان مبرد الوقود وPCM على نظام بسيط بمجرد تحديد هذه المكونات يجب إجراء فحص بصري شامل لفحص جميع الأسلاك والموصلات ذات الصلة إبحثا عن عيوب واضحة مثل الكشط أو الاحتكاك أو الأسلاك العارية أو بقع الحرق يجب أيضا تضمن علامات تسرب المبرد ومستوى وحالة السائل في هذه العملية خطوات متقدمة تصبح الخطوات المتقدمة خاصة جيدا بالمركبة وتتطلب المعدات المتطورة المناسبة للعمل بدقة تتطلب هذه الإجراءات مقياس رقمي متعدد والمراجع التقنية المحددة للسيارتسو فتعتمد متطلبات الجهد للغاية على العام المحدد والطراز ومحرك الديزلي في السيارة من المفيد أيضا التحقق من نشارات الخدمة الفنية TSBS لسيارتك الخاصة حيث قد تكون هناك مشكلة معروفة وإصلاح يمكن أن يوفر لك المال والوقت أثناء التشخيص اختبارات الدائرة ستختلف متطلبات الجهد بناء على المحرك المحدد وتكوين دائرة التحكم في مضخة تبريد الوقود والمكونات المضمنة يجب الرجوع إلى البيانات الفنية للحصول على نطاق الجهد الصحيح لكل مكون والتسلسل المناسب لإصلاح الأعطال عادة ما يكون الجهد الصحيح لمضخة تبريد الوقود التي لا تعمل هو مؤشر على الفشل الداخلي قد تؤدي مضخة مبرد الوقود المعيبة أيضا إلى إصدار ضوضاء صاخبة تتطور إلى درجة أنها قد تصدر ضوضاء نباحا مشابهة للكلب إذا كانت هذه العملية تحدد عدم وجود مصدر طاقة أو أرض فقد تكون هناك حاجة إلى اختبار الاستمرارية للتحقق من حالة الأسلاك والموصلات يتم إجراء اختبارات الاستمرارية دائما بإزالة الطاقة من الدائرة ويجب أن تكون القراءات العادية صفر أو من المقاومة ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في البيانات الفنية المقاومة أو عدم الاستمرارية هي مؤشر على وجود خلل في الأسلاك أو الموصلات التي يتم تقصيرها أو فتحها ويجب إصلاحها أو استبدالها ما هي بعض الإصلاحات الشائعة استبدال مضخة تبريد الوقود تآكل التنظيف من الموصلات إصلاحة أو استبدال الأسلاك الوميد أو استبدال PCM نأمل أن تكون المعلومات الواردة في هذه المقالة مفيدة في توجيهك في الاتجاه الصحيح لتصحيح المشكلة في دائرة التحكم في مضخة تبريد الوقود هذه المقالة إعلامية بشكل صارم ويجب أن تكون الأولوية للبيانات التقنية المحددة ونشرات الخدمة لسيارتك